حادثة تعد الأولى من نوعها وقعت في ساحل لبنان الشمالي تحديداً في البترون هنا على هذا الشاطئ تسللت قوات الكوماندوس الإسرائيلية فجة الجمعة من جهتين وعبرت الطريق متوجهة إلى هذا المبنى الذي يقتن في إحدى شقاقه في الطابق الأول القبطان المدني عماد أمهز الذي اختطفته عناصر مقنعة ثم خرجت من دون أي اشتباكات أو مواجهات مسلحة المنطقة التي تعد بعيدة عن معاقل حزب الله لم تسلم من الإنزال البحري والخطف الذي وثقته كاميرا أحد المباني الملاصقة للعمارة السياحية التي كان يعيش فيها القبطان صاحب المبنى اكد لتفاصيل أن ابنه شعر بحركة ليلة الاختطاف فخرج ليعرف السبب واستضم بأحد العناصر المسلحة الذي قال له اذهب من هنا لا دخل لك باللهجة اللبنانية وبحسب المعلومات أمهز من موليد عام 1986 من مدينة بعلبك وبحسب بطاقته البحرية هو مقيم في القماطية وهو طالب مستأجر في المبنى السياحي في البترون منذ عام ليتابع دراسته في معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ميرساتي الذي يبعد 300 متر عن مكان إقامته ترجمة نانسي قنقر